اشتركوا في القناة وذلك لأنها أرض عربية محتلة نشاهد المزيد من التفاصيل اشتركوا في القناة وانضم إلينا من اسطنبول الدكتور حسين دقيل باحث في الأثار أهلا بك معايا دكتور حسين وخلينا نبدأ من حكم المحكمة حكم المحكمة في واحد من الحيثيات بتوه قال أن لا يجب ضم الأثر ده للأثار الإسلامية والأثار القبطية كون أن صاحبه هو الحاخام اليهودي فهل عندنا فهم ليه رأيه ليه وزير الثقافة الأسبق ضمه أصلا للأثار دي وهل عندنا إحنا في مصر تصنيف مختلف بنضم في الأثار اليهودية أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين طبعا يعني حكم المحكمة اليوم من المحكمة الإدارية العليا هو تأكيد لحكم سابق من محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية في عام 2014 لكن اعترضت عليه الحكومة فهذا الحكم بتاع اليوم هو لا يعني رفض نقد الحكومة للقرار السابق وأيده يعني القرار ده أصلا من 2014 وهو ينص من ضمن ما ينص عليه على إلغاء هذا الضريح من سجلات الأثار الإسلامية والقبطية واليهودية الموجودة في مصر وكان هذا القرار اتخذ وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني في سنة 2001 لكن هذا القرار أصلا في وقته كان في البداية خارج من شكل سري يعني لدريت أنه تم الاعتراض عليه من قبل كثير من الأسريين اللي كانوا في ذات الوقت ومن أهمهم حقيقة في هذا الوقت الدكتور عبد حليم نور الدين والذي كان رئيس هيئة الأثار يعني قبل اتخاذ هذا القرار بفترة بسيطة والسبب في عدم يعني أو اعتراض الأسريين عليه في الوقت نفسه إنه هو إحنا عندنا في الأثار طبعا فيه شروط معينة لضم أي موقع للأثار من ضمنها مرور مئة عام وهو قد يكون مر عليه مئة عام إذا افترضنا الرواية اللي بتنص على إنه هو صاحب هذا الضريح توفي سنة 1880 لكن أيضا هناك شروط أخرى لا بد أن تكون موضوعة في حين وضع أي موقع ضمن سجلات الأسر منها أنه لا بد أن تكون به نقوش تكون به رسومات معينة تكون به معايير فنية وزخرفية من خلالها يجب أن نقول أنها توضع في نطاق سجلات الأسر أم لا هذا الضريح لا يوجد به غير تابوت لا يوجد بها أي نقوش حتى النقوش اليهودية الموجودة هي مؤخرا في السنوات الأخيرة لأن لو حبينا نرصد بشكل تاريخي سريع وجود هذا الضريح في مصر وكيفية الاحتفال به هو بدأ من 1907 خيطا بدأ الاحتفال به واستمر لكن كان متقطع إلى أن جاءت سنة 1979 مع اتفاقية كامبي ديفيد وأقرت حقيقة من ضمن ما ترتب على هذه الاتفاقية أقرت الاحتفال وبالفعل تم الاحتفال ولكن زادت وتيريته في عهد الرئيس المبارك لدرجة أن الناس بدأت ترفع قضايا ضد هذا الأمر لأن الاحتفالات في بعض الأوقات كانت تؤدى بشعائر تسيئ إلى الأهالي لكن أكثر ما كان يسيئ إلى الأهالي هو الضغط الأمني الذي كان يتماشى في نفس الوقت الذي تقام فيه العثلات فده كان سبب كبير جدا أن الناس ترفع قضايا ضد إقامة هذا الاحتفال دكتور حسين احنا فهمنا من حضرتك ليه الأثريين كانوا رفضين ضم الضريح ضل قائمة الأثار هل عندنا فهم ليه الوزير فاروق حسني في وقتها في 2001 قرر ضمه كأثر رغم الاعتراضات كلها والله هو أنا حقا أنا الآن هذا القرار مر عليه من 20 عام أنا نعم كنت أعمل بالأثار في هذا الوقت لكن كنت لسه حديث العمل به لكن ما يقال طبعا بشكل عام وسط الأهالي أنه ده يساعد في عمليات التطبيع لكن أنا حقا لست من الباحثين اللي هم بتدخل هذه الأمور في بعضها البعض بمعنى يعني هو الشعب المصري بطبيعتنا نحن نضد التطبيع ونرفض التطبيع ومهما حدث حقا يعني في داخل مصر ما بينها وبين الاحتلال الإسرائيلي يعتقد أن الشعب سيظل يرفض التطبيع لأن هنا بنعتبر إسرائيل بتحتل أرض فلسطينية ولا بد من يعني خروجها من هذه الأرض حتى يتم علاقات معينة لكن مهما حدثت علاقات فأعتقد هذا شيء لن يكون ربما يكون فاروق حسني كان بسبب معين وأنا زي ما قلت في البداية أنه ما بعد اتفاقية كان بديفيد كان هناك ترتب وإن كان لم يكن بشكل رسمي ترتب على هذه الاتفاقية أنه يتم هذا الاحتفال بشكل واضح ويأتي إليه اليهود وبالفعل كان اليهود قبل هذه الاتفاقية وبالعشرات ثم المئات إلى أن وصلت حقاً في قبل الألفينية إلى أربعة آلاف في آخر احتفال فذلك كان شيء يدل على أن المكان مفتوح لليهود بشكل كبير وحقاً أنا برضو أقول نقطة أخرى في هذا يعني نحن إذا أردنا أن نسجل أي تراث للأسار فيجب أن يكون الموضوع عام بمعنى يعني أنا حقاً إذا كان هذا المكان به كل النقاط التي تجعله يسجل في وزارة الأسار أنا لا يوجد ما أنا عندي بس بشرط لكل مكان موازلي يتم تسجيله أيضاً يعني لدينا عشرات الأضرحة لعلماء وأفزاز وأيضاً يعني أماكن ومعالم أسارية كثيرة جداً يجب أن تضم للأسار ولكنها لم تضم يعني إذا أردنا أن نضم معلم معين ابقوا معي بينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الوليد إسماعيل صحفي متخصص بالشأن القضاء أهلاً بك معي أستاذ الوليد وممكن تحكي للسادة المشاهدين تاريخ القضية وأهم ما جاء في حيثيات الحق ألو ألو حضرتك سماني أستاذ الوليد أعيد السؤال على الحضرتك هل ممكن تشرح لسادة المشاهدين تاريخ القضية وأهم ما جاء في حيثيات الحق ألو أيها أستاذ الوليد قضية أبو حصير يا فنم انقطع الاتصال هنحاول العود الاتصال بي مرة أخرى طيب دكتور حسين هل إحنا في مصر عندنا أثار يهودية وهل الأثار اليهودية اللي موجودة عندنا في مصر إزاي بيتم التعامل معها وإزاي بيتم تصنفها إنه حقيقة أنحنا في وزارة الأسار هناك عدة قضاعات منها قضاع يسمى قضاع الأثار المصرية القديمة وهناك كان قضاع يسمى قضاع الأثار الإسلامية والقبطية في تعديل القانون سنة 2018 برقم 91 تم إضافة جملة مهمة جدا وتحدثت عنها ساعتها فأضيف لقطاع الأثار سمي بهذا اللفظ الآن يسمى بهذا اللفظ قضاع الأثار الإسلامية والقبطية واليهودية فإحنا الآن في مصر لدينا أثار يهودية الأثار يهودية هذه مواقع ومناطق يعني هو لا تزيد عن عشرة أماكن ومواقع يهودية في مصر كانت موجودة في فترة فترات كان اليهود موجودين في مصر حقيقة أنا شخصيا غير معترض على هذا الأمر يعني إذا كان في مكان ومعلم أسري لينتمي لحقبة معينة من التاريخ ليست هذه مشكلة وحقيقة من يقول أن هذه المعالم الأسرية تكون سبب لدخول اليهود في مصر واحتلال مصر كما يقول كثير من الناس على السوشيال ميديا ده كلام غريب يعني لا يجوز أن يقال أيضا لأن نحن عندنا في مصر طب عندنا أثار يونانية عندنا أثار رومانية هل نحن بنسمح لليونان أن يقول نحن نأتي إلى أثارنا الموجودة في مصر نحتل مصر نأتي إلى أثارنا الرومانية التي موجودة لا لا يعني أنت صاحب الحضارة العريقة الحكم نص على إبلاغ اليونسكو على أن الأثر تم خروجه من قائمة الأثر هل بيتم فقط إبلاغ اليونسكو ولا من حال اليونسكو أنها ترد وتقول نحن 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 تعترض بأي شكل لا لا هو لا تعترض اليونسكو في هذه الحالة لأنه لا يوجد كمعلم رئيسي من معالم التراثية العالمية اليونسكو لا تعترض إلا إذا كان الموقع الأسري ضمن المواقع التراثية العالمية وهذا ليس هو لكن يوم تم إبلاغ والثقافة على الأساس إبلاغها أن هناك موقع أسري في مصر أضيفة إلى الموقع الأسري الأخرى لكنه لا يوجد على قائمة التراث العالمي إطلاقا وليس من حق اليونسكو أن تتدخل بهذا القرار إطلاقا بنشكرك كنت معنا من إسطنبول دكتور حسين دقيل الباحث في الأثار شرفتنا دكتور نخرج معكم لفاصل ونعود لاستكمال فقراتنا ابقوا معنا أهلا بكم من جديد قال مركز دعم لحقوق الإنسان إنه رصد 310 حالة قبض بعدة محافظات على خلفية مظاهرات سبتمبر بينهم 40 قاصرا على الأقل بينما نقل موقع مدى مصر عن مصادر إن عدد قد بلغ 400 محتجز وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد أكدت اليوم أن المتظاهر القتيل بمظاهرات الأمس في العياد قد لقى مصرعه بعد إصابته بطلقات خرطوش مزيد من التفاصيل بالتقرير التالي نهار هادئ في شوارع مدن وقرى مصر حتى الآن في انتظار ما قد تصفر عنه دعوات بتظاهر الليلي تبدأ في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت مصر وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد أكدت مقتل متظاهر واحد في قرية البليدة بالجيزة بعد إصابته بتلقات خرطوش أطلقتها قوات الشرطة لتفريقة مظاهرات خرجت بالأمس بحسب شاهدات الأهالي وذلك استجابة لدعوات المقاول محمد علي لتظاهر ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتركزت المظاهرات في مناطق ريفية بالقرى ونجوع على أطراف المدن وشملت الجيزة ودمياط والمينيا وغيرها في حين نظم عدد من المصريين بالخارج أمس واليوم وقفات احتجاجية في هولندا وإيطاليا وفرنسا ووثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات اعتقال 195 شخصا بينهم 31 قاصرا خلال أسبوع التظاهر وجرى توجيه لهم اتهمات متعددة منها الانتماء لجماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل بالإضافة للاشتراك في مظاهرات غير مرخصة إلى أنه وفقا لموقع مدى مصر أكدت مصادر حقوقية القبض على نحو 400 شخص في الستة أيام الماضية في حين لم يزدر حتى الآن أي بيان رسمية يوضح أعداد المقبود عليهم وفي السياق المتصل تم إخلاء سبيل أربعة أطفال قبض عليهم في تظاهرات أسوان الأخيرة والتي طلبت بتعويدات عن نزع ملكية أراض بمنطقة غرب سهيل وعلى الجانب الآخر أزرت مشيخة الأزهر اليوم بيانا دعت فيه المصريين للوقوف صفا واحدا خلف الوطن وقياداته في مواجهة ما وصفته بدعوات الإخلال بالنظام العام وذلك بالتزامن مع بيان المماثل أزرته دار الإفتاء المصرية وينضم إلينا عبر الأقمر الصناعية أحمد عبد الربو باحث سياسي وقيادي سابق بحملة الفريق السامي عنان سابقا أهلا بك معايا أحمد وخلينا يعني خلينا نبدأ من المظاهرات خلينا نبدأ من الأماكن اللي خرجت منها المظاهرات السنة أي دلالة الأماكن دي وهل أنت شخصيا بتربط ما بين خروج المظاهرات دي في الأماكن دي وما بين دعوات محمد علي ولا المظاهرات كانت خرج الأسباب تانية لكن تصادف خروجها في الموعد اللي هو طلب به الحقيقة أنه الأول نحن نؤكد على حق التظاهر السلمي للجميع الحاجة التانية مسألة هل تصادفت المظاهرات مع دعوات محمد علي وهل لها أسباب أخرى حقيقة هي لها أسباب أخرى بعيدة تماما عن دعوات المقاول محمد علي أو رجل أعمال محمد علي هي مرتبطة بحالة الاحتقان اللي حصلت عند الجماهير بسبب قانون المصالحات حول المخالفاء المباني المخالفة في مصر والغرامات اللي كانت باهزة على المجتمع في دفعها بشكل فجأة يعني بشكل فجاء شوية بتقوله يلا ادفع المبالغ دي وعندك حد أقل من شهرين واللي مش هيدفع وقللت القيمة المطلوبة في المصالحة وأرجت كمان معاد الإزالات شهر زيادة وبعض الإجراءات اللي بتحول بيها تقلل الاحتقان عند الجماهير لكن ليه المظاهرات خارجة من القرى لأنه بالتحديد أكتر الناس اللي هيقع عليهم أزا هما أبناء القرى بسبب هذا القانون طبعا بالإضافة إلى عدة إجراءات سابقة حصلت في السنوات السابقة ضغطت على المواطن الفقير وعلى حتى أبناء الطبقة الوسطى وصلت أنهم عندهم درجة من الاحتقان ضد السياسات العامة للنظام السياسي دعوات محمد علي أنا براها منفصلة هي مجرد دعوات جاءت بالتزامن مع دعوة سابقة العام الماضي وشوية أنا بفرق ما بين المعارضة اللي بتحاول تصلح من سياسات العامة للدولة وتواجه السياسات التي تأتي على المواطنين وبين المعارضة اللي بتحرق بشكل ثائري يعني محمد علي بتحرق بشكل ثائري هو عنده طار مع النظام لأنه كان له مبالغ مالية زي برضه أنا كمان بشوف أن جماعة الإخوان عندها بتعارض بشكل ثائري يعني إذا السيس ونظامه كانوا أفضل نظام على الأرض هم معارضين له لهم دي مسألة لا علاقة بثقر بينهم كذلك محمد علي بينما أنا أفرق بين المعارضة التي أفضل أن نسميها وطنية أو وقعية أو في إطار الدولة التي تعارض السياسات من أجل المواطن والمعارضة التي تعارض بشكل ثائري وأفضل طبعا المعارضة الأولى يعني طيب خلينا ننتهي فرصة وجودك معي أحمد ونسألك يعني إحنا شفنا صفحة صفحة على الفيسبوك مكتوبة اسمها المكتب الإعلامي للفريق سامي عنان وكانت بتدعم المظاهرات وخرج ابنه ونفع علاقة سامي عنان بهذه الصفحة هل عندك أي معلومات إذا كان فعلا ممكن يكون لو أن الموقف خرج من سامي عنان نفسه الفريق سامي لا لا يوجد أي موقف من الفريق سامي عنان بعدما تم القبض عليه قبل أكثر من عامين لا يوجد أي موقف في مثل هذه الأيام السنة الماضية برضو نفس الصفحة ظهرت وتكلمت عنه أن فريق سامي عنان يوجه حديث للجماهير وغير وقتها داخل السجن بالمناسبة وانا تواصلت مع أحد أقاربه من الدرجة الأولى وهو أكيد لأنه ما فيش أي حد لا الفريق سامي عنان ولا أي حد من أقاربه الدرجة الأولى عندهم علم بالصفحة دي ووقتها أنا قلت ده وبقوله تاني يا جماعة الناس اللي بتحاول تعمل إيهام للمواطنين أن هناك انشقاق داخل الجيش وأن هناك مؤسسات تدعم هذه المظاهرات بس يا دوبك الناس تخرج وفيه ناس جوا الدولة هتمش عارفها تعمل إيه الطريقة دي غلط الطريقة دي غلط علي بيعملوها وأصارها على الناس اللي بتصدقها كمان غلط ويقدوا إلى كوارث يعني إذا حد خرج مؤمن أنه مجرد خروج ويعني إسقاط النظام لأنه الدولة جاهزة والسيناريو مشابه للسيناريو السابقة أنت بتضر المواطن ده وبتسلمه تقريبا تسليم أهالي لظروف غير مناسبة وسط دعوات الحقيقة أنا طبعا قلت أنه مع حق التظاهر السلمي لكن كمان الدعوات للتظاهر في ظل الظروف دي لازم تكون منضبطة واضحة الأهداف أنت بتتظاهر عايز توصل شكل السلطة اللي أنت عايزها إذا افترضنا أنه حصل تغيير في نظام شكله أو أنت بتضغط عن نظام علشان يجري بعض الإصلاحات سواء في الملفات الاقتصادية أو في الحريات أو في الملفات السياسية ربما أنت تصوروا اسمح لي أحمد مين بقى اللي هيعمل يعني أنت شايف أن المظاهرات اللي هتخرج دلوقتي لازم يكون عندها جنتة واضحة مطالب واضحة عندها حاجات واضحة وخطة واضحة بعيدة المدى وقريبة المدى هم عايزين إيه هققوا إزاي مين بقى المفروض يعمل العملية دي الناس اللي بتدعو المتظاهرين أو الجماهير للخروج وأسموها صورة هي في مظاهرات طبعا لا يمكن إنقارها لكن كلمة صورة كلمة كبيرة يعني هل حدث أو يحدث تغيير جزري في نظام الحكم الآن علشان نطلق على اسم صورة يعني فكرة تقرار المشهد بنفس المسميات بجمعة الغضب حتى ده يعتبر حرق للمراحل ويدر حتى بالحركة الجماهرية إذا أنت بتدعو للحركة الجماهرية لكن أنا كان خطابي كمان للناس اللي بتستغل خلف السطار اللي هي بتأسس صفحات وهمية سواء باسم الفريق سامع عنان أو باسم غيره محسوبة على جهات داخل الدولة وبتحاول تدعي إنه فيه انشقاق داخل مؤسسات الدولة وبس الناس تخرج فيحصل تغيير في رأس نظام الحكم ده مش حقيقي فأنا بوجه خطابي هنا للناس اللي بتتفبرج ده ده خطأ على التصور اللي عندوكو وعلى الحلم اللي عندوكو وخطأ على الناس اللي بتخرج وهي اللي بتدفع التمن والحقيقة إنه انتو كلكم مش موجودين على الأرض فأنا يريت يعني الناس اللي عايزة تدعو جماهير مش بس عندها تصور واضح كمان تكونش قدرة من المشاركة على الأرض مع الناس يعني موضوع فيه انشقاقات جوة مؤسسات الدولة وإنه فيه البعض موافق على اللي بيحصل والبعض الرافض اللي بيحصل الكلام ده وان بنسمعه بقنا سنين الكلام ده وان بنسمعه من 2013 ولا من 2014 وكلام مستمر هل أنت متوقع وقراتك للمشهد الحالي إن الناس اللي احنا بنشوفها خارجين في المظاهرات دي من النجوع ومن القرى ومن كلام ده دي ناس خرجت عشان فيه حد قالها أن هناك انشقاقات داخل مؤسسات الدولة والبعض منهم الراديو وكل اللي يحتاجون هو اللي انتوا تتحركوا فتحصل تغيير في المشهد هل أنت شايف أن ده الخطاب فعلا اللي حرك اللي ممكن يكون حرك لو فيه خطاب حرك احنا ما نعرفش إيه اللي حصل تحديدا لكن لو فيه خطاب حرك هل الخطاب ده وان هو اللي حرك اللي احنا شوفناهم دول لا اطلاقا علشان كده أنا بفصل ما بين خروج الناس ده وافع اقتصادية والظروف اللي جعلت بعض الجمهير أو كثير من الجمهير يشعر باحتقام تجاه السلطة ده مواطنين عندها مطالب واضحة أو الحقيقة هم بيسعوا إلى وقف شوية الإجراءات للاقتضاية الصعبة اللي السلطة بتعملها عليهم بفصل ما بينهم ما بين الدعوات اللي خرجت من محمد علي وما بين الصفحات الوهمية اللي بتحاول هي تعمل الإهام وهم بالمناسبة هم نفس الناس اللي من 2013 بيحاولوا حطوا فكرة دي فكرة أنه في انقسام داخل مؤسسات الدولة الحقيقة أنه السيسي سيطر تماما على مؤسسات الدولة وتقريبا بتسير في خط واحد حتى يعني في 2018 لما كان في محاولة ترشح للانتخابات الرئاسية حتى في إطار ديمقراط حتى دي أجهضها فهو أنا مش شايف أي انقسام داخل مؤسسات الدولة ولا أتمنى انقسام داخل مؤسسات الدولة لكن أنا بفصل ما بين دعوات محمد علي والجماهير اللي خرجت ولا حق الخروج وأتمنى التعامل معها يكون في إطار من السلمية وما بين أصحاب الصفحات الوهمية والدعوات الوهمية اللي بتدمر أي فرصة لحراق حقيقي وبتؤدي بالمتظاهرين دول الحقيقة إلى غياه بالسجون أو أكثر من ذلك في إطار مواجهة الشرطة سيناريو آخر يا أحمد خلينا نخرج المقاول محمد علي من المشهد تماما وزي ما أنت ما شرحت أن الدعوات بس جات في وقت كانت الناس فيه مستعدة لكن مش بالضرور أن الناس خرجت عشان فيه الدعوات دي خلينا نتكلم على اللي أنت قلته أن المفروض أي دعوة بتكون للمتظاهرين بأي شكل من الأشخاص تكون عافة كويس هي عايزة إيه مطالبها شكلها إيه بتكلم مين بتقاطب مين سقف مطالبها شكله إيه وإلى آخره من المشهد اللي أنت شرحت مين اللي ممكن في مصر في المرحلة اللي إحنا فيها دي يقدر يحط حاجة زي كده يعني نفترض أن فيه حد فعلا إحنا عندنا مشاهد حقيقية حصلت على الأرض فيه ناس كانت بتحاول تترشح فيه ناس كانوا موجودين أعضاء في أحزاب أعضاء هيئة سياسية في أحزاب بعد تحاول تترشح في مجلس في انتخبات مجلس النواب اللي بتدور حاليا وتم القبضة عليه وملقاهم في السجون وغير دلوقتي موجودين في السجون ومسمينهم غلية الأمل فدي الأحزاب اللي المفروض أن هي وصفتها اللي هي تعمل المشهد اللي أنت بتقول عليه أحزاب السياسية الدستورية فمين اللي ممكن يعمل المشهد ده في رأيك هو طبعا من المفترض أن اللي مفروض يقوم بهذا المشهد إذا كان هناك ضرور له هي أحزاب تعمل داخل الدولة المصرية ولها مقراتها ونشاطها السياسة الرسم داخل الدولة المصرية والحقيقة أنه يعني فيه مفارقة غريبة في مسألة خليط الأمل ومرشحين اللي تم القبضة عليهم قبل سنة من دلوقتي أنه أحزابهم نفسها قررت تشارك في الانتخابات البرلمانية على قوهيم أحزاب السلطة أو أحزاب الموالاة ده معناه أنه حتى الأحزاب اللي على الأرض أحزاب المعارضة ارتأت أن المشهد مغلق جدا لدرجة أنه استمرارهم فقط في الحياة السياسية وربما ضمان تمثيل أفقارهم وإيدلجيتهم ومواقفهم وبرنامجهم لابد أن يكون في إطار السلطة لدرجة أنهم يكونوا جزء من تحالف أحزاب الموالاة ده مشهد طبعا ما بيحصلش في الدول الديمقراطية ونحن ما بنقولش أن النظام في مصر نظام ديمقراطي بالعكس نحن شايفين النظام في مصر نظام غير ديمقراطي بالمرة لكن الأحزاب اللي منها قيادات داخل السجون هي ارتأت ضرورة التنصيق مع أحزاب الموالاة لضمان تمثيلهم داخل البرلمان وربما لضمان السعي لإخراج أبنائهم اللي في السجون خارج السجون وتنفيذ سياساتهم والتعبير عن المواطنين بشكل أو في إطار رسمي من خلال مؤسسات الرسمية زي مؤسسة المجلس النواب كسلطة تشرعية ورقابية بنشكرة كنت منعب الأقبار الصناعية أحمد عبد الربو باحث سياسي وقيادي سابق بحملة الفريق سامي علان أهلا بك نوارتنا يا أحمد أعلنت الهائة الوطنية للصحافة عن قائمة التغييرات بقيادات المؤسسات الصحافية القومية وكانت أبرز المفاجآت هي في استبدال ياسر رز رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم والذي ظل محتفظا بالمنصب منذ عام 2014 كما شمل القرار استمرار ثلاثة رؤساء مجالس إدارة في منصبهم وهم عبد المحسن سلامة في الأهرام وعلي حسن في وكالة أنباء الشرق الأوسط وسعيد عبدو في دار المعارف كما ظهرت أسماء لأول مرة في رئاسة المؤسسات تشمل محمد أبو الحجاج حافظ على رأس دار التحرير أو جمهورية وأي من فتح توفيق رئيسا لمؤسسة روزا يوسف وأحمد مصطفى عمر رئيسا لدار الهلال وينضم إلينا من واشنطن عبد الرحمن يوسف كاتب صحفي أهلا بك معي عبد الرحمن وخلينا نبدأ من الأسماء الجديدة يعني في البداية يقول لنا إيه قرأتك لتوقيت التغييرات وإيه قرأتك للأسماء الجديدة التي اعتلت مؤسسات الصحفية القومية نعم وفي حقيقة الأمر التوقيت أنا أرى في سياق الانتخابات البرلمانية القادمة وأيضا الانتخابات الأمريكية القادمة نظرا لأن الانتخابات الأمريكية ونتائجها تؤثر بشكل رئيسي ومباشر على مصر بوصفها حليف استراتيجي مهم ولدينا انتخابات برلمانية هامة تأتي في هذا السياق أيضا مع الانتخابات الأمريكية بمعنى أن هذه التغيرات على مستوى السياسة الدولية أو على مستوى السياسة المحلية والانتخابات البرلمانية ومن ثم أعتقد أن هذه التغيرات تأتي في إطار هذه التغيرات التي تحدث أو ربما تحدث وسيكون معها نوع من أنواع المخاض والتي أيضا تصاحبها هذه المظاهرات التي كنتم تتحدثون عنها في الفقرة السابقة والتي تتعلق بالمظاهرات المستمرة في مصر في بعض الكرة وبعض المدن الصغيرة والتي تتسم بالديمومة هذه ملامح تشكل هذا المشهد الحالي وأعتقد أن مسألة التغيرات أيضا تأتي في إطار خطة الدمج الخاصة بالمؤسسات الصحفية أو محاولة إعادة الإنضباط إلى مسألة المصاريف الخاصة بالمؤسسات الصحفية ومن ثم يمكن أن يكون هذا أيضا هو توقيت مناسب ولا سيامة في سياق الحديث عن محاولة تطوير الإعلام المصري مواكبة مع التطورات السياسية الحالية ومن ثم أعتقد أن هذه الأسباب جميعها ولسيما كما تفضلت وأشارت رأينا خروج بعض الشخصيات وبقاء الأخرى الأمر الذي هناك أيضا نوع من أنواع التغيرات الداخلية الخاصة برؤية نظام الإدارة الإعلام الخاصة بالمؤسسات القومية خروج بعض الشخصيات عبد الرحمن لو كلمنا عن ياسر رزق تحديدا وهو يعتبر رجل مهم في المشهد الإعلامي اعتلم منصبه من 2014 كمدير لمؤسسة أخبار اليوم وبعد كده بقى رئيسها وهو قريب من كل مفاصل الحكم تقريبا هل عندنا تفسير من خروجه من المنصبه دلوقتي ولا ممكن نلاقيه في منصب أكبر ولا أعتقد أنه سيكون هناك منصب أكبر ربما يكون هناك منصب استشاري ما يعني يحفظ للرجل وجوده ويحفظ له تاريخه لكن ليس منصب مؤثر كما نرى ونحن منذ فترة طويلة لم نرى مقالات مطولة ذات أبعاد استراتيجية أو تلميحات سياسية أو ما إلى ذلك للكاتباس الرزق وأعتقد أن علينا أن ننظر إلى هذه المسألة في ضوء التعامل عبدالفتاح السيسي والنظام أو الأفراد القريبين منه الذين شكلون النظام مع فكرة أي شخص يصبح مهما هذا النظام لا يريد أن يكون هناك أي شخص بين قوسين يسمى مهما أو ذات تأثير أو مقرب ونحن رأينا منذ فترة طويلة حينما كان الكاتب عبدالله السيناوي يكتب وينظر إليه البعض على أنه يعني عليم بباطن الأمور أو أنه قريب لديه معلومات أو من الداخل تمكنهم من طرح تحليلات بين قوسين هيكلية نسبة إلى هيكل ورأينا كثير أحاديث عن فكرة من يرث منصب هيكل وهل يريد أسيسي شخص مثل هيكل أو براهيم نافع لا يميلان إلى وجود أي نوع من أنواع مراكز القوة ولو حتى أن نعم في المؤسسات الصحفية ولا يفضلون أن يكون هناك نوع من أنواع الاستدامة الطويلة لأي شخص يظنه الناس مهمة وبالتالي ياسر رزق يعني قام بمهمة ما وكان في القلب من مسألة التغيرات الإعلامية ومخاطبة وتشكيل وجدان الرأي العام بما يتناسب مع أجندة السلطة الجديدة لكنه حان أو آن الأوان لأن يخرج وإذا رأينا بالمناسبة يعني منصب رئيس مجلس إدارة الأهرام لم يتغير بقى ما هو لماذا؟ لأن الشخص الذي هو على رأس المؤسسة هو ليس صحفيا ذائع الصيد بنفس قوة ياسر رزق في الفترة الماضية الخاصة بالمقالات المطولة والتلميحات السياسية والأجندات الاستراتيجية وما إلى ذلك الأمر الذي لا أعتقد أنه يحبذه عبدالفتاح السيسي والنظام في المرحلة المقبلة ونحن رأينا حتى منذ 30 ينو وحتى على مستوى المعارضة يستخدم هذا النظام بعد الرجال في كل مرحلة ثم يغيرهم يطيح بهم يزج بهم في السجون أي مكان لكنهم يبعدون عن المشهد بطريقة أو بأخرى سواء كانوا في المعارضة أو في وزارة الدفاع والجيش أو في السياسة أو فيما إلى ذلك ولم نرى استدامة لأي شخص لفترات طويلة بحيث يصبح مهما سوى تقريبا عباس كامل وعباس كامل هو شريك مباشر للسيسي في الحكم لمصر ولا أعتقد أنه تمت رجل في النظام الآن قريب هذا القرب من عبدالفتاح السيسي أو له هذه الاستدامة بجانب مراكز صنع القرار سواء إعلاميا أو سياسيا أو غير ذلك طب عبدالرحمن كنا منسمى حديث طويلة من فترة طويلة عن دمج وإلغاء إصدارات صحفية وعند خفيد العمالة بالمؤسسات الصحفية القومية هل عندنا فكرة بالملف يوصل تحديدا لفين في حقيقة الأمر هناك دائما منذ أيام عهد مبارك وحتى في عهد الثورة وما بعد ذلك حديث عن خسائر المؤسسات القومية نظرا لكثافتها وكثافة العمالة الخاصة بها نحن نعرف أنها نشأت في وقت ما على يد صحفيين كبار لكنها ثم تحاولت بعد ذلك لنوع من أنواع المكافآت أو نوع من أنواع الترضيات وما إلى ذلك فكانت العمالة فيها كثيفة وكانت الإصدارات فيها كثيفة بشكل كبير جدا وكانت دائما هناك حديث عن هذه الهيكلة في هذه التغيرات نحن سنرى دمج كبير جدا في المؤسسات سواء الإصدارات النسائية سنجد أن ثلاثة أو أربع إصدارات نسائية أو أكثر اندمجوا جميعا تحت قيادة ربما تحت مؤسسة واحدة رأينا مؤسسة مثل دار المعارف والدار القومية للنشر دمجة تحت رئيس مجلس إدارة واحد وما إلى ذلك وبالتالي نحن الآن في مرحلة دمج الإدارات استعدادا ربما لتحويل الكثير من هذه المطبوعات إلى إصدارات إلكترونية يتم إدارتها أو إنتاجها بعدد مخفض من العمالة ويتم تخفيض الكثير من العمالة وربما نسمع عن توقف إصدارات كثيرة ربما لا يستخدمها المواطن العادي يعني على مستوى التكنولوجيا أو الزراعة ربما لا يتجه الآن المواطن العادي إلى الإصدارات التقليدية وبالتالي نحن في الخطوة الأولى المباشرة الرئيسية لهذا الدمج ولا يتخفيض النفقات والخاصة بفكرة دمج الإدارات استعدادا لدمج العاملين وتصفية العاملين وما إلى ذلك ونحن رأينا في هذا العام مبكرا نوع من أنواع الشكاوى بسبب هذه الخطط التي ظهرت لأنه حتى الآن يوجد دبابية نوعا ما في مصير العمالة نحن نعرف ماذا يمكن أن تكون مصير الإدارة تدمج الإدارات وما إلى ذلك لكن هذه العمالة الكثيفة والتي هي معينة تعيين حكومي كيف سيتم التعامل معها هذا هو الأمر الضبابي ولذلك أعتقد أن هذا الأمر سيتأجل لمبعد الانتخابات ولا أعتقد أننا سنسمع قرارات جذرية بشأن هذا الأمر هذا قرار ناعم هو قرار مهم وفي إطار القرارات الجذرية لكن القرار نفسه ليس جذريا بهذه القوة التي يمكن أن تكون بها القرارات الخاصة بتسريح العمالة أو تخفيض المرتبات أو تحويلهم إلى أعمال إدارية غير صحفية هذا أعتقد سيكون مؤجل لمبعد الانتخابات البرلمانية نعم من أشكرة كنت معنا من واشنطن عبد الرحمن يوسف الكاتب الصحفي شكرا لك يا عبد الرحمن لا تزال أونية أصالة نصري رفقا تثير جدلا واسعا بمواقع تواصل وكذلك بالأوساط القانونية حيث تقدر محامي ببلاغ إلى النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا يتهم أصالة بازدراء الأديان مع طلبي بإدراج اسمها في قوائم الممنوعين من الصفر واستند البلاغ لبيان مجمع البحوث الإسلامية الذي لم يذكر اسم الأغنية لكنه قال إن الاقتباس من الحديث أمر لا يضيق بمقام النبوة ولا يجوز شرعا ونصح بعدم سماع هذه الأغاني وبينما لم تعلق أصالة قال كاتب الأغنية إنه يحترم موقف الأظهر لكن الاقتباس من القرآن والحديث موجود في الشهر منذ أكثر من ألف عام معنا من إسطنبول الشيخ عصام تليمة باحث وداعية إسلامي أهلا بك معايا الشيخ عصام وخلينا نبدأ من موقف مجمع البحوث الإسلامية التي طالب الناس بعدم الاستماع للأغنية وبعدم مشاركتها لأنها مقتبسة من أحاديث نبوية هل دي فتوى فقهية متفقة لها وتم الإجتماع عليها ولا ده اجتهاد من مجمع البحوث الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم يعني طبعا هذه ليست فتوى مجمعا عليها لأن الاقتباس والتضمين مسألة ناقشها العلماء والفقهاء قديما يعني ليست من الآن نوقش قضية الاقتباس يعني تقتبس آية كاملة والتضمين يعني يتضمن الكلام عبارة من القرآن نفسها وده يعني رأيناه في أبيات من الشعر ورأيناه في أعمال أدبية ورأيناه في أعمال فنية بالإسم يعني رأينا عنوان فيلم من آية وبالوالدين إحسانة وده فيلم عنوانه لم يعترض عليه الأزهر رأينا أغاني يعني أيضا اجتملت على اقتباسات من القرآن الكريم يعني الصلح خير أمنة صالح ما هو الصلح خير السلام إحنا ابتدنا بالسلام ما هو ده كانت عشان السلام مع إسرائيل فده وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وخيره من الذي يبدأ بالسلام أقصد أن الأعمال الفنية والأدبية ورد فيها هذه الاختباسات سواء أنت معا أم ضد فلكن المسألة علميا محسومة علميا أنها موضع خلاف خاصة إذا انتفى قصد الإساءة أو الازدراء أو السخرية أو الإهانة المسألة بين يطر من يجيز ومن يمنع من يجيز يجيز إذا كان القصد منه مخدوم بالنص النص مقصود بأن يخدم المعنى وهذا ورد فيه قول الشاعر ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدر قوم مؤمنين بتشعر وهو مضمون آية ورأينا كذلك في أكثر من نصوص وحتى الناس في استخداماتها الناس تقتبس في الكلام والناس تجد تصف لك الصلح خير حاجة في نفس يعقوب إن أنكر الأصوات لما نسمع واحد يغنى وسوط وحش فتجد الناس يقول لك إن أنكر الأصوات والفتنة أشد من القتل لما نسمع نلاقي ناس ورأي من الآية مش في الفتنة اللي هي الإقاع بين شخص وآخر إنما اعتادت الناس من كثرة الاستدلالات والاستشهادات أن تستشهد بالآيات والأحاديث لا يلدر المؤمن من جوحة واحد مرتين سواء أحاديث أو آيات ده بيسمى التضمين هذا النوع من التضمين لا لا يعني الراجح فيه في أقوال العلماء لا شيء فيه ما دام لأن طبعا لو الإنسان قصد السخرية والتهكم ده يغفر والعياذ بالله القصة مش قصة حلال وحرام لو أن إنسانا تعمد السخرية أو التهكم على كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها ده شيء عقدي ما بقيتش حلال وحرام دخلت في دائرة الكفر والعياذ بالله فإذا بقت القضية كالنقاش عن إيمان وكفر القول لكن لا أرى في هذه العبارة التي وردت في الأغنية إلا أنه تضمين كبقية التضمينات التي رأيناها في أعمال أدبية وفي أعمال الأمثلة اللي حضرتك بتذكورها كلها أمثلة حديثة لكن يعني هل في تاريخ الإسلام في تاريخ التراث الإسلام الممتد لأكثر من 1400 سنة حصل برضو استخدام القرآن والأحاديث النبوية وهل وقتها أيضا حصلت الحالة من الجدل هل ده يجوز ولا يجوز لا لا ورد طبعا من البيت الشعري اللي ذكرته وينصركم عنهم ويخزهم ويشفي صدور قوم من مؤمنين ده بيت شعر للشعر قديم يعني قصد القضية مطروحة مش من دلوقتي أصلا ناقشها العلماء لأنها موجودة لأن قالوا إذا كان اللي بيستدل بآية ليست فيها ما جابش مثلا صورة ونظامها قرآن ده معنى القرآن مش شعر ده الممنوع لكن استشهد بآية في بيت في النص تدل على المضمون نفسه والمعنى أجازه هذا الأمر وده آية فما بالنا والحديث درجة أخرى من القرآن طبعا مضمع لأنه ليس من الشعر ولا مرفوض تماما إنسان يشبه بالشعر ويكون في هذا السنة درجة ليست طبعا هي من نفس المقام تقديسا وتعظيما لكن ليست لها نفس حكم القرآن ومع ذلك أجازها العلماء ونوقشت في كل كتب اللغة وفي كتب الفقه مسألة الاقتباس والتضمين مسألة محسومة قديما لم يكن يطار فيها بهذا الشكل قراتك للشكل الفتوى نفسها يعني شيخ الأظهر ما تكلمش مشيخ الأظهر ما تكلمتش خالص وهو ما خرقش الكلام غير من المجمع هل وارد أن يكون مجمع البحقوث تحرك من نفسه من تلقاء نفسه بعيدا عن المشيخة والله شوفي أنا طبعا نحن في زمن أنا أعتقد فيه الإلهاء درجة من درجات التعامل نحن في ظل نظام يريد دائما إخراج قضايا للإلهاء مرة يعني يطلع بيان أن الإخوان عاملين إيه مرة فلان الدعياء الفلان يتجوز وطلع في يوم واحد لما تدعى لمزاهرات ومسيرات وختم ب حدث ناس طبعا اللي ماتوا في السجن ده مش إلهاء لكن في النهاية يبحث عن أشياء الناس يبعد بيها عن أشياء السياسي ومجمع البحقوث لو عايز يتكلم أنت ما كان أولا يتكلم عن حكم هدم البيوت وهدم البيوت على الناس وإخراج الناس من البيوت لو القصة يعني يعني الأمة والدنيا مش وافة عند أصال ناصري ولا أغنيتها ولا على الغناء كله إذا مجمع البحقوث مهتم يعني لا القصة مش كده لكن أعتقد لأن طبعا حتى لما نعرف أني بيانات للإفتاء وبيانات للأصدر وبيانات للأوقاف بتطلع من الشؤون المعنوية للقوات المسلحة وتطلع بأمر من المخابرات الآن المؤسسة الدينية بكل فروعها تحت سيطرة الأمن توظيفا وعملا مشايخ بدعاه وسواء مستقلين غير مستقلين خلاص الدينة بقت أصبحت كله بالزرائر فلا أستبعد أن هذه الفتوى خرجت لمجرد الإلهاء ورأي ورأي آخر والدينة لكن لا حد رح سألهم ولا حد طلب الفتوى ولا الناس بيستمع فتوى ولا هتعمل بل بالعكس الفتوى هترشل الأغنية أكتر واتخل الناس يسمعها أكتر وهذا ما فعله يعني الصحابة حتى لما سمعنا عن أبيات قيلت هجاء في رسول الله صلى الله عليه وسلم هتولنا بيت واحد ما فيش ولا بيت ليه لأن الناس أهملوها فتركوها لكن التركيز مع الشيء والتعنة أباله والتشدد يعطيها شيئا من مش أقول المصدقاء قد وهو كل محجوب مرغوب فلا أرى الفتوى صحيحة يعني لا أرى في سياقها من الصحيح ليه أنا استشهادي بالأحداث المعاصرة أن أصلا مسلسل محمد رسول الله اللي غنته ياسمين الخيام اللي فيها أشياء متضمنة ومع ذلك كان بتصريح من مجمع البحوث الإسلامية والأزهر ده سبب استشهادي بعنوين أفلام وأعمال فنية لأنه بتمر على الأزهر وتمر على مجمع البحوث الإسلامية نصوص وحتى رواية الوعد الحق عميد الأدب العربي طاع حسين مثلت أيضا لعمل فني بنفس العنوان وهو الوعد الحق فكل هذا تضمينات من القرآن الكريم وردت في نصوص تراثية وقديمة وحديثة ولم نجد اعتراضا من الأزهر بل كانت المسألة مطروكة إلى الضوء العامل لأنه ليس مقصوب بها السخية ولا الإهانة في محام يتقدم بالفعل ببلاغ للنائب العام هل متوقع لو النائب العام حرك البلاغ هل متوقع مشيخة الأزهر تضامن مع المسيرة القضائية دي لم يمكن تخدها القضية هل ممكن نلاقيهم فعلا بيسعوا لحبس أصال نصري زي ما إسلام البحيري قبل كده تحبس في بلاغ أقدمه الأزهر لا بس أعتقد إسلام بحيري ما كانش الأزهر قد ما هو الأزهر طلب يعني طلب الأزهر مع إسلام البحيري كان مسألة أنه هو يتكلم في الدين وأنه مطلوب لا يعني يتكلم في متخصص وعرضوا الحلقات واللي حكم واللي أضى واللي عمل هو النظام والسلطة يعني كان عايز يقول خلاص احنا بتعديني يعني إنما الأزهر في معظم أنا يعني يعني جماعت معظم الوثائق التي صدرت في أعمال أدبية رفضها الأزهر أكتر من أربعين عمل لما بيطرك الأزهر إلى عمل علمي محايد تماما بيكتب تقرير عادي جدا ولا يطالب بمصادرة حتى أولاد حرطنا قرار الأزهر ما طلبش المصادرة قال المؤلف في رموز يحتاج إلى فك رموزها ده الأزهر إلا لما بيؤمر من الدولة وفي نموزج لده قاله الدكتور عبد الحليم محمد شيخ الأزهر إن كتاب بعد ذلك السادات حبي عقبه فطلب من الأزهر إنه يمنع كتاب له كان فيه منامنامات فارسية في أصول السيدنا علي وبعض رسوم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال له وكتب ده في مذكراته صروة عكاش قال إنه كان أوامر وليس قرارا علميا من الأزهر كل قرار بيأذر بالمصادرة والمنع بيكون فيه أمر من السلطة والأزهر مجرد أداة أو السلطة الدينية بتبقى مجرد أداة لتنفيذه لكن قرارات كتير منها الله والإنسان لمصطفى محمود ملحد رسمي اللي يرجع لفتاوى در الفتاوى المصدرية المجلد السابع فتوى بعدم المصادرة البعض بيقول المفروض أصلا المشايخ والشيوخ ما يفتوش في كل حاجة بهذا الشكل والبعض الآخر بيقول لا إحنا محتاجين هذه الفتاوى وفي البعض منهم أصلا بيتصل بدر الإفتاء في كل كبيرة وصغيرة في شؤون حياته إيه رأيك إيه مدى صح أو إيه مدى يعني ضرر لا يعني هو طبعا لازم نتكلم في نقطة مهمة فيه فرق من الحكم والفتوى الحكم ده اللي هو في نص قاطع ولا يتغير الفتوى وتتغير وتتغير معناها بناء على وجهات النظر إذا إنسان سأل واستفت شيخا المفروض أن الشيخ لا يفتي إلا فيما يعلم ولذلك ده خلنا احترمنا بيان الأظهر في رواية ولاد حريطنا اللي ما قالش المصادرة كان الشيخ الغزالي والشيخ محمد أبو زارة والشيخ محمد المدني قالوا في الرواية الرموز لم نستطع أن نفكها وتوحي لقارئها بالانتقاص من الذات الإلهية نرجو من المؤلف فك هذه الرموز دي ناس احترمت نفسها ده نص أدبي يخضع لمعايير اللي يقيمه من؟ أديب إذا فيه شيخ أديب الله يوفقه يتفضل يقرأ دون تعنت ودون موقف وإسم المؤلف يتشال من عليه عشان ما يبقاش فيه موقف منه فالفتوى إذا طلبت هنا هي الأزمة مش في أن فيه فتوى الأزمة أن بعض الناس تفتي فيما لا تعلم وبعض الناس تفتي وتأمر بشيء وهو نتيجته تكون عكسية والذي أقولك قراءة أربعين نص مكتوب في نصوص من الأزر معظم هذه النصوص تنتهي إلى الرأي العلمي مجردا ولا تأمر من مصادرة لا يلقى للمصادرة إلا ضعيف الحج للأسف يعني فدي فتوى بترد الناس بتسأل ده طبيعي الناس بتسأل والشيغ بيجاوب لكنها أزمة أن في بعض مشايخ يعني ما يعرفش كلمة لا أعلم فكل يسأل يجاوبه في البر في البحر في الجو هو ما شاء الله علامة زمانه ودهره ده كلام مش علمي ولا دقيق العالم الحقيقي إذا ما سؤل يدرس السؤال والسؤال اللي يتعلق بالشأن العام لابد أن توفيه الفتوى والإجابة إجابة بحثية مش حلال وحرم وخلصة لا إجابة بحثية لأن أصبح شأن عام يخص الناس مش مجرد كلمة وهتنتهي نعم بنشكرك كنت معنا من أسطنبول الشيخ عصام تليم باحث وداعية إسلامي شرفتنا الشيخ عصام غاب جسده لكن لم يغب صوته ما زال شباب مصريون اليوم في 2020 يتغنون بأغاني الشيخ إمام عن مصر والحق والحرية بهذا التقرير هتنتهي حلائقتي النهاردة أصبحون على خير وكونوا سالمين الشيخ إمام صوت المظلومين والفقراء مات ولكن صوته بقي حيا يحتفى به جيلا بعد جيد هنا في مكتبة ستاربوكس بحي مدينة نصر بالقاهرة يجتمع شباب ليغنوا أغاني الشيخ إمام من شيد قصورك إلى مصر يبهية والبحر بيضحك ليه وغيرها وباختصار إحنا اسمنا ستاربوكس ستاربوكس مكان يوفر كل ما له علاقة بالفن والشقافة وليس بنيعمل كده أصلا لأننا نلقائمين على المكان كتاب رؤيين شعرة رواد المكان بصفة عامة من جميع الحال المحافظات المحافظات مصر يجن تقريبا من مشتركين معنا في الحكة محبو الشيخ إمام هي مجموعة شبابية تلتقي لإحياء تراث الشيخ إمام من خلال أغانيه وكذلك الاستماع لقصص من معاصره تتعلق به وبشريكه الفني الشاعر أحمد فؤاد نجمي وانا لي يا ردنا وانا لي يا ردنا وانا لي يا ردنا لقيت مارية متحمسة جدا لفكرة أجان الشيخ بنان والطراش وأجان عامة نحن خواهد ندم طبع أشعر وأنا لقيت الفرصة اللي أنا من خلالها قادر أكتزم الشاب عندها 17 سنة تقريبا تفكيرها مختلف تماما عن أفكار الجيل بتاعها أو الفئة العمرية دي فأعتقد أننا قدمنا الدعم المناسب أننا نقول لها يلا تعالي نادر نساعدك نوف معي كي نعمل ده وكنا مؤمنين بفكرة الشيخ إمام أصلا قديما غنى الشيخ إمام بأن الكلمة وليدة هم الناس واليوم ما زالت كلماته تصدح في القاهرة لعلها توفر ملاذا من هموم عديدة يعيشها معظم الشباب العربي ترجمة نانسي قنقر